توقف المعارك في معظم الجباهة بالبلاد لا يعني خفوتها في الضالع حيث يواصل الجيش عملياته العسكرية ضد ميليشيا الحوثي بالمحافظة خارطة المعارك هناك تتحدث عن تقدم أحرزته القوات الحكومية في منطقة شخب بعد معارك عنيفة مع الميليشيا تكبدت خلالها العديد من الخسائر في العتادي والأرواح القيادة العسكرية أكدت أن التقدم الميداني في المنطقة يعزز من قدرته للسيطرة على منطقة الفاخر ومناطق أخرى تسيطر عليها الميليشيا في المحافظة يأتي هذا التقدم بعد أيام فقط من استكمال الجيش تحرير أجزاء كبيرة من مديرية قعطبة وهو الأمر الذي يعزز من استعادة الجيش لزخم انتصاراته التي كان قد فقدها خلال الأشهر الماضية مراقبون يرون أن عودة المواجهة إلى الضالع بعد أربعة أعوام من تحرير معظم مناطقها نتيجة التخاذل الذي يبديه التحالف والحكومة الشرعية إزاء تحرير باقي المحافظات وهو ما أعطى فرصة لميليشيا الحوتين للعودة إلى الضالع من جديد فيما يرجعه مراقبون إلى انقسام القرار في الجيش وتعدد القيادات العسكرية والأمنية والتباينات التي بدت في خطة تحرير مناطق محافظة الضالع وتأمين المناطق المتاخمة لمحافظة إد ترجمة نانسي قنقر